هدى وفد أوروبي رفيع المستوى صباح اليوم زيارة لمركز استطباب الأم والطفل الوفد المكون من رئيس بعدة الاتحاد الأوروبي ببلادنا وسفراء فرنسا إسبانيا ألمانيا ومسؤولين رفيع المستوى من الدول العضائي في الاتحاد الأوروبي وشخصيات أخرى وازنة اطلع على الخدمات المقدمة من طرف المستشفى في مجال الرفع من مستوى صحة الأمهات والأطفال توجد هذه زيارة بعقد اجتماع شكر فيه مستهله الأمين العام لوزارة صحة الدكتور محمد الأمين للحاج مساعي الجانب الأوروبي الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية وقدمت المديرة العامة للمستشفى البروفيسور الدكتورة فاطمة متعبد القادر عرضا عن حصيلة عمل الاتحاد الأوروبي في مجال دعم صحة الأم والطفل وتكفل بضحايا العنف القائم على النوع بشكل خاص وتطركت في عرضها لآفاق تعاون وشراكة بين المستشفى ودول الاتحاد الأوروبي وعبرت عن تفاؤلها بهذا الخصوص وشرحت مديرة المستشفى لضيوفها بالأرقام ما تم تحقيقه في مجال صحة الأم والطفل في عهد الرئيس محمد الشيخ الغزواني وما تم القيام به من تكفل ومجانية خدمة للفقراء والمحتاجين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر